الفصل الثاني عقبة في طريقه لبرقة من قصة عقبة بن نافع اعداد استاذ ياسر محمد بن نجيب بتبدأ احداث الفصل بوقوف عمر بن العاص على شاطئ البحر المتوسط في الاسكندرية كان الكلام ده بعدما اتم فتح الاسكندرية واجل الروم عنها وكان بيرسل نظرات بعيدة هنا وهناك على الامواج المتلاطمة التي لا تهدأ ولا تستقر كان اللي بيشغل بال عمر هو تأمين حدود مصر من جهة الغرب ايه السبب؟ علشان الروم يفكرش في غاز ومصر من الناحية دي مرة تانية كان يقف الى جواره عقبة بن نافع وكان عمره ساعتها 22 سنة عمر بن العاص بلغ عقبة بأنهم بيختاروا لمهمة والمهمة دي كان لها اهمية بالنسبة للعقبة وهي بأنه هيكون لبيها شأن عظيم واهمية اخرى بالنسبة لمسلمين وهي بأنها تكون اول خطوة في فتحة افريقية واجلاء الروم عنها للابد عقبة وافئ والحماسة بتنبض في كلماته هو استفسر عن طبيعة المهمة طبيعة المهمة كانت هي عبارة عن قيادة سرية صغيرة الى برقة الهدف من السرية دي هي استطلاع احوال اهل برقة لو الاحوال دي كانت مطمئنة هيسير اليها عمر بن العاص بجيش من خيار الجنود ويقوم بفتحها ونشر الدين الاسلامي فيها والسرية دي هتسافر فجر اليوم التالي لتكليفه بالمهمة ادى المسلمين صلاة الفجر وبدأ عقبة في التحرك بعد صلاة الفجر مع عدد من المجاهدين في طريقهم الى برقة كانت المسافة بين برقة والاسكندرية هي مسيرة ايام قليلة وصل عقبة والمجاهدون الى برقة بعد مسيرة ايام قليلة ونزل برقة والمجاهدون ضيوفا على بعض القبائل البربرية تجول عقبة ورفاقه في برقة وكان السبب في جوالاتهم انهم كانوا محتاجين انهم يتعرفوا على احوال اهل البلد وايه اللي بيشغل اهلها بالاضافة لانهم عايزين يعرفوا رأي اهل البلد في مساوئ الحكم البيزنطي وسبب تزمرهم منه توصل عقبة الى مساوئ الحكم البيزنطي في برقة واللي كان اولها كثرة الضرائب المفروضة عليهم بالاضافة الى قلة الاجور اللي بيتقاضونها بالاضافة الى غياب القوانين اللي بتكفل لهم حياءة منها مستقرة ونتج عن غياب القوانين دي بان بعض القبائل كانت بتغير على بعضها الاخر علشان تنهب ما لديهم من اموال ومتاع بالاضافة الى المعارك التي نشبت بين عدد من القبائل والروم بسبب محاولة هذه القبائل التمرد ضد حكم الروم فحاول حكام الروم اغضاعهم بالقوة فنتجت عن ذلك معارك ذهب فيها الكثير من الضحايا نهاية الفصل وبنثمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر